بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأنوران الأزهران على من رفع الله عز وجل ما قامه في القرآن الكريم فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأرسله أمناً وأماناً للعالمين فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين وارض اللهم عن مشائخنا ووالدينا وأساتدتنا وأصحاب الفضل والمعروف علينا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها السادات نواصل ما كنا قد بدأنا فيه في الموسمين الماضيين من شهر ربيع الأنوار شهر مولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من شرح نظم أو قصيدة قالها الإمام البوصيري عليه رحمة الله المتوفى سنة ست وتسعين وستمائة من هجرته صلى الله عليه وسلم أي أنه عاش في القرن السابع هذه القصيدة مشهورة التسمية بالبردة وتسمى كذلك بالبرأة وللتذكير فقط سميت بالبردة لأن الإمام البوصيري عليه رحمة الله نظم قصيدة أي قال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قالها وقصد بذلك أن يمدح ويثني على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بمرض يسمى بمرض الفالج أي الشلل النصفي وأعياه أن يستشفي من هذا الداء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنى ورؤياه صلى الله عليه وسلم كما قال في النوم حق فعرض الإمام البوصير هذه القصيدة التي نقولها ونترنم بها على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما عرض عليه هذه القصيدة إنشاذاً وضع صلى الله عليه وسلم بردته الشريفة على جسد الإمام البوصيري عليه رحمة الله فشفها فقام من نومه معافا لذلك سميت بالبردة نسبة إلى بردة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتسمى كذلك بالبرأة لأن هذه القصيدة التي نظمها كانت سبباً في برئه أي كانت سبباً في شفائه وقد يسأل السائل يقدر واحد يسأل يقول هالنظم القصيد يكون سبباً في الشفاء واحد ينظم قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبباً في شفائه على غير العادة المعروفة في الشفاء العادة المعروفة في الشفاء عند الناس وهي سنة الله في الخليقة وفي الكون أن الإنسان إذا مرض فإنه يتدوى يذهب إلى الطبيب فيصف له دواء فيتناوله فيشفى هذه العادة المعروفة والمعلومة عند الناس في التداوي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل داءًا إلا وأنزل له دواءً علمه من علمه وجهله من جهله روى الحديث الإمام الحبان والحاكم هذه العادة في الاستشفاء والتطبيب فهل من الممكن أن يكون نظم قصيدة أو قراءة قصيدة سبباً في الشفاء؟ نعم قد يكون ذلك سبباً في الشفاء وقدرة الله مطلقة لا يحدها حد وهذه تثبتها واش تثبتها؟ واشي دليلها وشاهدها؟ هي العادة والتجربة العادة والتجربة أن أحد الناس نظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم توارثتها الأجيال جيل عن جيل فشف يا صاحبها قد يكون ذلك طريقاً وسبباً للشفاء والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام من معاني الحكمة العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما لوى نرجع إلى القصيد وقفنا في العام الماضي عند قول الإمام البوصير عليه رحمة الله ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من واربي وقفنا عند هذا البيت وقبله قال عليه رحمة الله ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصمي رابط المعنى الذي يربط هذين البيتين هو أنه أن الإمام البوصيري لما كان مفرطا في جانب العبودية لله مقتصرا على الصلاة والصيام الواجبين برك ما هو صلاة وهو فرض ما هو الصيام وهو فرض إذا لما كان مقصرا في جانب العبودية لله مقتصرا على الصلاة والصيام الواجبين ولم يقم بحق العبودية حق القيام بزيادة النوافل في الليالي والأيام كما كان هديه صلى الله عليه وسلم قال مادحا ومثنيا على النبي صلى الله عليه وسلم ومعترفا بتقصيره معطرفا بتقصيره وإهماله ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قضماه الضر من ورمي كلمة ظلمت لما قال الإمام البصيري وبدأ هذا البيت بظلمت ظلمت يتحدث عن نفسه في هذا البيت يتحدث عن حاله رضي الله عنه ثم يتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أما حديثه عن حاله هو فقال فيه ظلمت قال ظلمت ماذا ظلم الإمام البصيري عليه رحمة الله كلمة ظلمت هنا تفيد واحدا من المعنيين إما أنه ظلم الجناب النبوي فمدح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يوفيه حقه هذا ظلم ظلم التعدي التعدي على الجناب النبوي كأنه تعد على الجناب النبوي فمدحه وأثنى عليه ولم يستطع أن يوفيه حقه وهو الذي اعترف بذلك في الهمزية إذ يقول أبذكر الآيات أوفيك مدحل أين مني وأين منها الوفاء عبر عن عجزه وهذا قد يكون منه ظلم وإما أن يقصد بالظلم المعنى الثاني وهو ألسق بهذا البيت ظلمت يقول ظلمت نفسي بطرك طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم في نوافل الخيرات ومن أشرف نوافل الخيرات هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كأنه يقول من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل وأنا لا أفعل ذلك فأنا ظالم لأني تعديت ولم أتبع طريقة وسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في نوافر الخيرات ومن أشرف نوافر الخيرات قيام الليل هذه معنى كلمة ظلمت يتحدث عن حاله ثم يتحدث عن حال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعبادة قيام الليل فقال أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه حتى تمتفخ قدمه أخذ رضي الله عنه هذا المعنى الذي نظمه في هذا البيت مما أخرجه الشيخان في الحديث المعلوم المشهور الذي تحفظونه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه أي حتى تنتفخ قدمه فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل لهم لما تتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي لما تشق على نفسك لماذا تجهد نفسك لماذا تتعب نفسك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لماذا هذا الفعل لماذا هذا العمل فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قالهم أفلا أكون عبدا شكورا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني لا أعلم أن الله ربي قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وهذه نعمته علي أفلا أقابل هذه النعمة بهذه النعمة وهي قيام الليل فأشكر له تلك النعمة بهذا الفعل أفلا أكون عبدا شكورا فالإمام البصير عليه رحمة الله أخذ ما قاله في البيت من الحديث النبوي الشريف ولكن وصفه بوصف آخر ماذا قال؟ قال ظلمت سنة من أحيى الظلامة ظلمت سنة يعني طريقة من أحيى الظلامة فعبّر عن الليل بالظلام وعبّر عن القيام بالإحياء أحيى الظلامة تساوي قام الليل عبّر بالظلام عن الليل وعبّر بالإحياء عن القيام فهناك من الناس من يحيي ليله أو يحيي ظلامه ومن الناس من يميت ليله أي يميت ظلامه كي الناس هذا الليل أصل الليل الليل أنه موضوع للسكون والنوم النوم من الأوصاف التي وصف بها الله الليل أنه جعله لباسا وأنا وجعل تسكنوا فيه الليل من خصائصه بالنسبة للناس أنه زمن للنوم وهذا النوم النوم هذا ربي وصف بالموت الله يتوفى لنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ربي سبحانه عز وجل هو الذي يمسك أنفس البشرية أنفس الخلق ليحكموا تماماً ليحكموا له فتلك الموتة الكبار والذي يرسله إلى أجل مسمى هذه الموتة الصغرى هذه الرقاد النوم الذي ينامه الإنسان فأصف الليل هذا الإمام البوصيري أصف الليل بالإحياء والظلمة يعني من الناس من يحيي ليله بقيام الليل ومن الناس من يميت ليله به بالنوم ولذلك قال أحيا ظلم ثم قال أن اشتكت قدماه الدر من ورمي القدمان هل الشكوى الشكاية هنا التي يصفها الإمام البوصيري شكاية قلق وضجر أم شكاية حنان ورأفة ورحمة من الأقدام كأن الأقدام تشتكي الأقدام تشتكي سحشك وانتعى هل قلق وضرجر لأنها تعبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبها بقيام الليل أم شفاقة ورحمة ورأفة بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن تكون قلقا وضجرا لأن أعضاءه صلى الله عليه وسلم مستسلمة لله مستسلمة لله فلا تقلق ولا تتجر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بل شفاقة ورحمة كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الناس يا رسول الله ارحم ذاتك تشفق على ذاتك إنك تقوم حتى تتفطر قدمك وقيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم إنما يفعله امتثالا لأمر الله ومحبة في ذاته ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وذلك من خصوصياته وجوب قيام الليل وهو في حق أمته مستحب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل ونختم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي استيقظ فقال سبحان الله ماذا أنزل الله في هذه الليلة خصائص الليل من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقض صواحب الحجر زوجاته صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يجعلنا في الصالحين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمال تسليمال ممنون Perكم